خلونا ننتقل مع حضراتكم للبريمير ليج أو الدوري الإنجليزي طبعا الأكثر إثارة عالميا دلوقتي الأكثر في لغة الأرقام والأرباح وتعقدات وعدد النجوم الموجودين في صفوفه لاستر سيتي بيحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي بعد ربعية أستون فيلا لاستر سيتي بيفوز للمباراة التمنى على التوالي لأول مرة في تاريخه بيواصل لاستر سيتي النتائج الرائعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي هو في المركز الثاني بفارق 8 نقاط 38 نقطة بعد ليفر بول فريق نجمنا الكبير محمد صلاح والمتصدر بفارق كبير عن أقرب المنافسين هو المركز الثاني فعلا هو لاستر سيتي حاليا هو بيلعب في المركز الثاني وهو أقرب المنافسين لفريق ليفر بول ولكن بفارق 8 نقاط من 46 نقطة رصيد ليفر بول إلى 38 نقطة رصيد لاستر سيتي نجح لاستر سيتي في صحق فريق أستون فيلا اللي بيلعب له طبعا ثنائي المصري محمود حسن تريس جي وأحمد المحمدي وإحنا سعداء بالتأكيد بزيادة عدد نجمنا في دوري هو الأقوى عالمياً دلوقتي بإجمع الأراء وموضوع حالياً في تصنيف أنه أقوى دوري على مستوى العالم لأسباب كثيرة جداً تتعلق بحجم الحضور الجماهيري والمشاركات والأرباح والنجاح التسويقي وبث المباريات وأيضاً كل ما يتعلق بحجم التعاقدات والأرقام وميزانيات الفرق وفي نفس الوقت كمان حجم المنافسة الموجود لكثير من المدربين والخبراء عالمياً بيقولون دلبي ميز الدوري الإنجليزي للمنافسة حتى لو ليفر بول الموسم ده فارق بدرجة كبيرة لكن شكل عام المنافسة لا تقل عن خمس أو ست فرق في الدوري بتبقى مبارياتهم مباريات دوربيو قوية جداً وبعيدة عن التوقعات في بدايتها قدر يفوز على فريق النجمين تريزيجي وأحمد المحمدي المحترفين في صفوفه أستون فيلا بنتيجة أربعة واحد في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب فيلا بارك في منافسات الجولة 16 من البرمير ليج أو الدوري الإنجليزي لكرة القدم شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قالت أن فريق التعالب ودي شهرة هذا الفريق لاستر سيتي نجح في تحقيق الفوز الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه وأن يحقق هذا الفوز أو هذا العدد الفوز في عدد متتالي من المباريات وصل إلى 8 لقاءات على التوالي وبدأت سلسلة لاستر سيتي رائعة منذ الفوز على بيرنلي في الجولة رقم 9 بنتيجة 2-1 وكانت آخر مرة خسر فيها الفريق في الجولة التمنى أمام ليفر بول بنتيجة 2-1 بهذه النتيجة بيرفع لاستر سيتي رصيد لـ 38 نقطة في المركز الثاني خلف ليفر بول المتصدر برصيد 46 نقطة بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز 18 وست برومتش بيكتسح سوان سي سيتي 5-1 بمشاركة أحمد حجازي اللي بيعود بعد فترة طويلة من الغياب أو عدم المشاركة فريق وست برومتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه نجمنا أحمد حجازي نجم دفاع النادي الأهلي سابقا والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حقق فوز كبير على سوان سي سيتي بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب ده هوثورنز ضمن منافسات الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الأولى أو البريمير ليج وبدأ أحمد حجازي في المباراة يعني بدأ المباراة دي على مقاعد البودلاء قبل ما يشارك في الدقيقة 66 بدلا من زميله كايل بارتلي وحنتابع مزيد من انتاج شايفين حجم الإثارة الموجود في المباريات ربما مباراة ليفر بول كانت محسومة بدرجة كبيرة وكان الفارق كبير في مباراة الأمس أمام بورموف كان الفارق في كل الأمور الخاصة بحجم النجوم وقدرات الفريق المالية والفنية في صالح ليفر بول وتألق من جديد نجمينا محمد صلاح في هذا اللقاء سواء في التمريرات في أكتر من أسست كانت مميزة جدا في المباراة وأحرز هدف أكتر من رائع وكانت المباراة يعني بلغة الكرة وان سايت جيم أو في اتجاه واحد في اتجاه مارما بورموف طول الوقت وكان اللي بيهد طول الوقت هو ليفر بول أما المباراة الثانية اللي كان فيها أيضا مفاجأة كبيرة بمزيد من الهزائم اللي بيتلقاها فريق جورديولا مان سيتي رغم قدراته التسويقية والمالية والاستثمارية وميزانيته الضخمة جدا والاستثنائية اللي بيواصل سلسلة الهزائم اللي تلقاها منذ بداية هذا الموسم وبيزيد الفارق بدرجة كبيرة جدا عن ليفر بول المتصدر وأيضا مان يونايتد اللي الكل بيتوقع أنه يعيد سولشاير مرة تانية من خلال وجوده كمدير فني لمان يونايتد تجربة سير أليكس فيركسن اللي في وقت ملاوات الكل قال أنه قدر يبني فريق من صغار السن أو من الشباب ويستمر ويجبر بالمجموعة دي في الملعب ويستمر بيهم ويكسبهم مزيد من الخبرات لحد ما بقى فريق يعني أكبر فريق وأقوى فريق في الوقت ده في أوروبا وقدر يحصد الكثير من الألقاب على المستوى الإنجليزي وعلى المستوى الدولي والأوروبي الكل بيتوقع أو بيتمنى وبيده نفس الدعم المعنوي والفني حتى وإن كانت ميزانية ماني نايتد ليست بالقدر الكافي أو اللي ممكن يحقق هذه الطموحات حتى الآن في حجم وعدد وأرقام التعاقدات لكن الجماهير بتعول كثيرا على سول شاير أنه يقدر يواصل سلة الانتصارات أو العودة بالأداء المردي للجماهير أو الارتقاء بمستوى أداء ماني نايتد مرة تانية لكن قدموا مباراة بإجماع العراء أكثر من رائعة فنيا سيطالوا على معظم فترات اللقاء هددوا وأضعوا فرص كثيرة جدا أمام مرمى من سيتي وقدروا يحسموا اللقاء لصالحهم دائما متابعتنا طبعا النهاردة الدوري الإنجليزي أصبح بيتمتع بنسبة مشاهدة أكبر في العالم العربي وفي مصر تحديدا وكمان زيادة عدد نجومنا المحترفين في الدوري الإنجليزي أكيد عامل إيجابي جدا لصالح الكرة المصرية بشكل عام وبيخلي كمان جماهيرنا مرتبطة أكثر بمباريات الكريمير ليج أو الدوري الإنجليزي